مرحبا و اهلا و سهلا فيكم بقناتي اكلات حسناء السورية وبتشرف فيكم من وين ما كنتوا عبتدابعوني و ان شاء الله بتكونوا صحة و خير و سعادة يا رب و وصفتنا لليوم وصفة كتير طيبة هي الكريسبي متل ما شايفين شكله كتير حلو وبقرمش قرمشة و طعمته كتير طيبة متل تجاهز وحتى ينجح معكم الكريسبي فيك خطوات صغيرة رح نعملهم بقلب الفيديو لحتى يطلع معنا كريسبي كتير طيب متل تجاهز و متل ما سمعتو ارمشتو ارمش و كتير كتير طيب و ناجح مية بالمية ان شاء الله رح يعجبكم اذا كنتوا جداد عم نزوروا قناتي باتمنى تشتركوا بالقناة و فتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد انا منازل و هلا ايضا نحضر السوا هون عندي لتر حليب و نصف كاسة ليمون او ليمونتين هلا اذا بنوجد عندكم ليمون بحطوا ليمون اذا ما بنوجد ليمون تحسنو تحطو خلي التفاح كما نصير هلا وضعوا هنه حطيتهم مشان يخلي الفروج يستوي بشكل اسرع و ما يطول على الغاز و هنه طبعا دي يكونوا الراق هلا ضع حط معلقة طعام زنجبيل معلقة طعام فلفل ابيض هلا البهارات كلها لازم تكون كشفة معلقة طعام كركم وضع حط مص معلقة الطعام دون بودرة و اذا عندكم بصل بودرة كمان حطو نصف معلقة الطعام مص معلقة الطعام هال مطحون مص معلقة الطعام بابريكا ربع معلقة الطعام جوزت الطيب هاي اختيار يازا بتكون تحطوه و ما تحطو عكيفكم بس يعطينك خطيبة معلقة طعام كزبرة هيبسة معلقة و نصف طعام ملح وهلا دخلتهم كلها يتم مع بعض هلا هون عندي كليين صدر الفروج هلا انتو اذا بدكم تجيبوا الفلية تبع الفروج كمان بصير هاي تحت الصدر بكون هيك تكون ريئة بصير كلها يعطو تطلبوها صفة تجاهز يعني بيجيكن او اذا بدكم فروج عادي يعني متل صدر الفروج متل ما شايفين انا هيك مقطعتو صدر الفروج هون عندي صدر فروج واحد و اربع فغدات هدول اني الفخدات متل ما شايفين هيك كمان بصير شايفين هم يعني انتو شون بتحبوه يعني صدر كمان بصير هلا هيك مخصور و بصفة و جاهز هلأ بعد ما غطيته بكيس النيلون دقت ركولة تاني نهار يعني انا هلأ تقريبا الساعة عندي ساعة ستة المساء هيك احسن يعني كل ما تطول بالتابلة بطلع تابلته طيبة و بمتص التابلة و بطلع نكهته غير يعني لذيذة بتصير حتى اذا بدكم انتم يعني تابلو مسلا لبعد ساعة ساعات تقريبا ست ساعات كمان منيح يعني مهم انه يبطلو الفترة شوي طويلة ما انه يتتبل فورا نينالا ما بصير ما بمتص التابلة لازم انه يمتص شوي التابلة هاي تاني يوم متل ما شايفين هتركتها هيك شوي هلا نحضر الخليط اللي ننبل فيها هو الاطحين والنشا هلا التابلة اللي بتلزمني لتتبيلة اللطحين لازم نحطها باللطحين مشان يطلع الكريس بيه طيب معلقة صغيرة زنجبي معلقة صغيرة فلفل ابيض بص معلقة صغيرة توم بودرة معلقة صغيرة ملح معلقة صغيرة هال مطحون بص معلقة صغيرة كركم هدون هن البهارات هلا معلقة صغيرة بنحطها بالمي هون عندي تقريبا شي لتر مي البهارات اللي ضلت بحطة بالطحين هلا هون الطحين اللي عندي حطه انا تقريبا 800 جرام طحين وهاي معلقتين نشد احط خطت معلقة نشا صير تحطوا معلقتين او نص او تلعدي ما بقى السر هلا ده حركم هيت مع بعض حتى يتدبالوا كلهم سوا هلا بدي قال لكم هاي المي اللي حطيتها تقدروا تحطوا فيها بيضة مع خل التفاح كمان بس انا ما حطيت بيضة اختصرت قلت ما بدي احط بيضة وشمت ازنيه انتو شون بتحبوه على كيفكن ومتل ما شايفين اول شي ببله بالبهارات بتبلل فيها البهارات بعدين ببله بالطحين بنفضة هون لازم كتير تنفضوه انفضوه انفضوه لحتى هيك شوي تجعت وبعدين بنلوه بالماء وبعدين ترجعوا بالطحين كمان شايفين هيك بهاي الطريقة وبترجعوا بتنفضوه شقد ما بتقدروا يعني حاولوا تنفضوه كتير لحتى هيك تجعت شوي ويصل لهايك حراشف بس صلى حراشف تنقلها بتقرمش معكم يلا هون اول واحدة ما كتير طلعت مقلة حواء حراشف بس يعني مرة ع مرة صرت شوي شوي رجهم كتير رج اهزهم كتير لحتى يطلعوا حراشف متل ما شايفين بهاي الطريقة وكل ما طلع حراشف اكتر بصيروا مؤمرات اكتر وبطلعوا هيك بقرشوا وبطلعوا طعمتهم كتير طيبة وهلأ متل ما شايفين ده عاملي كم واحدة هاشي ثلاثة اربعة وفورا احمي الزيت وابلش اقليجون هيك لازم لازم ماي انه تعملوهم كلهم بعدين تقلوهم ما بصير بعدين بمتصوا المي وفنشوا ما ما بنجحوا معاكن لازم هيك تكونوا فورا تقلوهم هاتبلو من هوني من لطحين وتهزوها متل ما قطقون كتير فورا على القلي وهلأ متل ما شايفين حطيت زيت نباتي بالطواي وعبق اليوم مثل ما عدت لكم تحطوا طالوا كل وجبة بوجبتها يعني كل تنتين ثلاثة سوا ما تكتروا الوجبة كتير كان يغضوا راحتهم شايفين شو مرمشين وطلالهم حراشف شايفين هيك لازم يكونوا شايفين هيك لازم يكونوا شايفين 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 هيك لازم يكونوا على انتوا اول ما بتحطوا كم واحدة بكون الطحين موند يعني شوي ما بطلع حراشف بكتير بس شوية تندل الطحين اذا بتكون حطوا معلقتين مياع الطحين اللي عبت بلو فيه تمام بصير بصر لحراشف اكتر يعني لانا كتلي شوي بشويتة كل ما انه هيك صاروا يلزق فيهم الشقف اللي فيهم بلالين ما يصر لنحراشف شايفين هيشتون هيك لازم يكونوا كل ما انه صاروا اولا حراشف بصيروا مؤامرات اكتر شايفين شون شكلهم احلام متل جاهز و هلأ متل ما شايفين بعد ما خلصتن كلاياتا قليتن هاي الكمية كلاياتا طلعت وهي عبساي كمان مايونيز هون عندي مايونيز وحطيت له كتشاب كمان خلطيك طيبة تطلع مع بعض كتير طعمتو طيبة نسبتكن لحاله كمان بصير و هلأ متل ما شايفينش اضع بقرمشو مؤامرات كتير هيك لازم يطلعوا معكن و هلأ دا ادوقة و اسمعكم شون عبقرمشو و عن جد طعمتو كتير طيبة يعني البهارات الممتصين بقلب الفروج الدجاج وعطينا طعم كتير طيبة و من برة كمان الاشرة فيها بهارات طعمتها كتير لازيزة عمتل جاهز و اطيب انا اعطوه لهيك بعملون و كتير بنجحوا معي و بطلعوا كتير طيبة ان شاء الله انتو بتجربوا طريقتي و بتعجبكن و بتعلقلي بتعطوني رأيكم و هلأ اذا عجبكن هذا الفيديو ما تنسوني من اللايك و الشير اللي داخل عقناتي جديد بتمنى يشترك بالقناة و يفعل زر الجرس حتى يصلوا كل شي جديد انا بنزله و سلام ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر